مساءكم خير احنا دلوقتي وإحنا بنتكلم أو حالاً وإحنا جايين لمكان شغلنا حالاً وحضرتك مروح لبيتك كان عندنا معاناة دائمة كنا دايماً نقول وأنا فكرة جداً إن احنا كنا نقول طب خففوا علينا معاناة الطريق طب الواحد يوصل بيته بس مرتاح يوصل شغل ومرتاح بس عشان يعرف يشتغل أنا فكرة أنا شخصياً فكرة الوقت اللي أنا كنت بشتكي فيه من ده النفسي وصل شغلي مرتاح عشان أعرف يشتغل كويس اللي احنا بنعيشه النهاردة هو إنه دي واحدة من التحديات التي صارت من الماضي ما بقيناش نتكلم عن معاناة الطريق إلا إذا كان عندي تفصيلة تانية إذا كان لأقدر الله في حاجة في حدث جلل يعني لكن الشكل العام احنا عندنا نقلة نوعية في جودة الحياة سببها طرق جيدة ومتاحة وطرق سلكة بمعنانا أو بلغتنا الدرجة لكن سؤالناك كبير إنعكاس ده على حاجة أكبر على الاقتصاد مثلاً على سمعة الدولة على الاستثمار عامل إزاي؟ شكله إزاي؟ النهاردة إحنا متشرفين أنه منوارنا يا دكتور حسن مهدي أستاذ هندسة النقل والطرق في جامعة عين شمس منوارنا يا دكتور أهلا بحضر أحياناً كده نبقى عايزين نسأل شوية أسئلة كتير لها دعوة بالأرقام بس بصراحة كده أنا أقولك يا دكتور ومشاهدين ممكن يوافقوني في الكلام ده إن إحنا منطلخبط من الأرقام إحنا عارفين إنه بحسابات الأرقام إحنا عملنا طفرة يعني إلا أنا بقرأة مثلاً سبعة آلاف كيلو متر من الطرق مثلاً إيه الأرقام الكبيرة دي؟ لكن نفسي حضرتك تشرحها لنا كده بتفصيلة من القاهرة أو من مطروح إلى أسوان إيه اللي حصل؟ إحنا رسمنا شبكة شكلها إيه؟ صحيح يعني مساء الخير على حضرتك وعلى المشاهد الكريم طبعاً الدولة من 2014 أخذت على عطقها الاهتمام بقطاع النقل بكافة أدوات ومش بس النقل البري إيماناً من الدولة بأن المشروعات التنمية اللي الدولة حطتها وخطط التنمية بكافة صورها سواء إذا كانت عمرانية أو زراعية أو صناعية أو حتى سياحية مش هتتم غير بوجود بنية أساسية قوية وعلى رأس البنية الأساسية أن أنا يكون عندي شبكة نقل جيدة فبدأت الدولة تقدم حلول جذرية من 2014 ما كان يقدم في العقود الماضية كان بمثابة مسكنات لا يرقع للحلول الجذرية اللي بنعمله دلوقتي هي حلول للأجيال الحالية والأجيال المستقبلية بدأنا بإنشاء ما أطلق عليه اسم المشروع القومي للطرق اللي ربط مفاصل الدولة ببعضها شبكة الطرق قبل 2014 كانت بيغلب عليها المحاور الطولية الموازية لنهر النيل من الشمال للجنوب وكانت تفتقر للمحاور العراضية اللي هي بتربط الشرق بالغرب فبعد وضع خطة المشروع القومي للطرق كان عندنا محاور عراضية لربط شرق وغرب الجمهورية يعني إحنا سامحني يا دكتور يعني إحنا عندنا شكل نهر النيل ده اللي احنا عارفينه من الجغرافية مزبوط كانت كل طرق نطورية دلوقتي بقى عندي شبكة عراضية اللي هي بتربط الشرق بالغرب يعني كثير من المحاور اللي انشأت بدءا من صعيد مصر يعني بديل خزان أسوان ضراع وعدل منصور غيرها من المحاور يعني حتى لا ننسى بعضها تم انشأها بهدف ربط شبك الطرق شرق وغرب النيل ودي لها مرضود في عايز أقول دعم التنمية المستدامة بمعناها الحقيقي حتى لا تكون هذه المحافظات طاردة للسكان كما كان سابقا لأن أهلينا في الصعيد كانوا بينزحوا للمحافظات الكبيرة بحثا عن فرص عمل وعلاج وتعليم